التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة سادسة بتوقيت جرينت شمو جزء الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الفرنسية باريس وذلك للمشاركة في اجتماع وزاري يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخارجية أضحت في بيان أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم فضلاً عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين قال رئيس مجلس نواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون إن رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو سيلقي كلمة قريباً أمام جلسة مشتركة للكونجرس وستتصاعد التوتر مع رئيس جو بايدن بشأن تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في غزة وخلال خطاب ألقاه في حفل سنوي للسفارة الإسرائيلية بمناسبة يوم الاستقلال أضف جونسون أن كلمة نتنياهو ستكون مؤشراً قوياً على الدعم للحكومة الإسرائيلية ويعد جونسون أهم عضو جمهوري في الكونجرس وأكبر منتقد لسياسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن تجاه إسرائيل غادر وزير المالية الإسرائيلي بتسل السموتريتش اجتماع الكابينت السياسي بعد خلافات مع وزير الأمن يواف جالنت ورئيس أركاني جيش الاحتلال هرتسي هاليفي حول شراء مقاتلات جديدة وبعد مغادرته الاجتماع أصدر سموتريتش بياناً شن من خلال هجوم حاداً على جالنت وهايفي واتهمهما بتعطيل عقد اجتماع للجنة الخاصة بفحص ميزانية الأمن وإصرارهما على مناقشة صفقة الطائرات في إطار الكابينت في محاولة لتجاوز اللجنة ويعترض سموتريتش على المصادقة على شراء إسرائيل سربين من طائرات راز F-35 وF-15 وذلك إلى حين عقد اجتماع اللجنة في محذر جالنت من أن عدم المصادقة على شراء الطائرات حتى نهاية الشهر سيؤدي إلى تأخر الصفقة ثلاث سنوات وارتفاع سعرها بنحو مليار شكل أكد البنك الدولي أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية تدهور في الأشهر الثلاثة الماضية وأضاف البنك أن ذلك سيزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي وذلك في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة مشرا إلى أن الفجوة الأخذت في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات للسلطة الفلسطينية والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابين من بيتونيا غرب رامالله واقتحمت مدينة البيرة ووضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا بعدة آليات واجبت عدة شوارع وأحياء بالبلدة وذلك قبل أن تعتقل الشابين بعد مدهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما يأتي ذلك فيما استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية في مدينة غزة وأكادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت شقة سكنية مأهولة تعود لعائلة الأيوبي في منطقة الشعبية بمدينة غزة كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في حي الفخورة غرب مخيم جباليا شمالية قطاع غزة أعلنت الصين اليوم أن المناورات العسكرية التي تجريها حاليا حول تايوان تهدف إلى اختبار قدرة جيشها على السيطرة على السلطة في الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني قوله أن المناورات التي بدأت الخميس وتنتهي اليوم تهدف إلى اختبار القدرة على توجيه ضربات والسيطرة على مناطق رئيسية في تايوان نهاية الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يوم مصر ولكن بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر